موسيقى زكا مسألة يا الله سلام احنا كنا نقول الدكتور الاء بس ماشي عن كلامة عن النهضة عن القلق الانفصال السؤال المعاود مع ان انا مش عالف هو ايضا بس ايه ايه اللي بيجي بالك في الموضوع هذا القلق الانفصال ده بيكون بيبتدي مع الاطفال وكلما الطفل ما بيكبر يفضل معاه لغاية لما يبقى كبير وساعات ممكن يزيد وبعدين ما بيزيد او يقل حسب ما هو ما بيكبر طيب انا برضو ما فهمتش عن انفصال يعني الطفل فيه طبعا له انوان كتير ان الطفل بينفصل عن امه وهو راح الحضانة او الام تروح الشغل وهو بيكون قاعد في البيت او وفاة احد الوالدين او انفصال الوالدين عن بقى انا بتكلم عالطفل ولا الام لا مش الام انا بتكلم عالطفل لما الطفل ده بيجيله قلق انفصال بسبب الحالات دي وفي حالات طبعا اكتر من كده ماشي طب قلق الانفصال ده بيكمل مع الطفل لما يبقى ساعات بيزيد مش بيكمل بنفس الدرجة ممكن ساعات يكمل بنفس الدرجة وساعات بيزيد ساعات بيقل يعني الانفصال ده ممكن يبقى عنده واحد عنده عشرين سما اكتر من شاء الله يعني ممكن يبقى الابن والاب يعني نقول مثال لقدر الله حد والده توفى الله ارحمه ماشي قلق انفصال اه ماشي بس يجيله قلق انفصال هو انت خطيه من ناحية يعني اكاديمية يعني احنا ممكن نرده من ناحية نفسية ما هي دي ناحية نفسية برضو اه او ممكن قبل ما مثلا لما الشخص ده يتوفى او اي حاجة هو بيقعد يعني الطفل او الفرد الكبير يقعد يقول طب لما ده يتوفى او بابا يتوفى او مامتي تتوفى او الفرد ده او الحيوان ده توفى بلاش حيوان حين ما طلد انه طالقات عن الموضر موال الحيوان ممكن يكون متعلق بحيوان او طاقر تمام مطاقر يقعد يفكر طب ده لو توفى انا هيبقى عندي شعور يبقى عامل ازاي حياتة تبقى عامل ازاي ده اسمه قلق انفصال انا انا امفصل عن الشخص ده عيشت انا خوف من الطائر ده عيشت انا بكب بخل نخش بالاسئلة لان للناس بس المرة اللي فاتت قاعدت تتهمني ان انا اللي بعمل انت شايفين ماشا نخش كما نقول الدكتورة عايزين اكاديميا وليلي كده اي حاجة يعني تفصليوا الموضوع على فطوات كده ان انا عاكتشفوا ازاي اعرفوا ازاي طرق ازاي طريق دي يعني طيب انا ممكن ان اعرفوا الاول تعريف ااكاديمي زي ما انت بتقول يعني ان هوا ممكن بييجي لالطفل هو ممكن يمفصل عن حد من والديه أو الاتنين مع بعض أو الشخص الذي هو قائم بالرعاية ممكن القلق الإنفصال يرتبط بحاجة مظاهر كلينيكية ممعنى؟ مثلا الطفل يكون عايز يقص في البيت عدود لا يريد أن يخرج هناك أطفال تتحول معامل أن تتخرجهم لا يخرجون لا يريد أن يواجه في البيت هناك أطفال تقول لك أنهم متعلقين بالتلفزيون أو متعلقين بالتلفون أو متعلقين بحاجة في البيت هو خايف ينفصل عن البيت يخرج بره يحصل له حاجة عربية تخبطه يتعور في الناس يكون عندها رهبة من أنها تشوف الدم هذا يعني معلش أنا أسف يعني ممكن يبقى بين إنسان وجمال يعني انفصال بين إنسان وجمال أي غريبة دي فعلا زي ما بيكون دلوقت فيه مشاكل بين الأم وأطفالها أو كده إنه بينفصل عن التلفون وهو مش عايز يسيب التلفون مش ده جمال؟ أه أنا عارف الناس دي عارفهم وموجودين دلوقت الجيلدة كتير يعني الجيلدة موجود كتير لو بيخاف أن التلفون يتشن منه وممكن برضو كمان الطفل بيخاف من إنه هو النهار يروح بيبقى متعلق بالنهار بيخاف من النهار بيخاف إن الضلام ييجي أه فده بيبقى ألأ انفصال؟ طب ده التعريف عايزين نعرف بقى يعني مثلا أكتشف إزاي إنه أنا مثلا أو الطفل ده عنده ألأ انفصال؟ أوكي نعرف طريق ألأ الانفصال اللي هو الدليل التشخيصي الإحصال بيبقى فيه كذا نقطة كده وطبعا هو كبير بس إحنا ناخد ما منه كذا نقطة كده اللي هي النقطة الأولى النمو الغير السوي والألأ البالغ حيال الانفصال إنه هو بيخاف إنه هو ينفصل عن البيت أو عن فرض أو عن طفل هو مرتبط بي بيلعب معاه في الحضانة النمو الغير السوي ده بيكون إنه طفل كبر في البيت فيه زعيق الطفل ما خدش الكفاية إنه هو يبقى كويس لما يمر طبعا القلق بتاع الأم والأب إنه ابني حيخرب بره البيت حيتخبط حيتعور لا ما تلعبش مع ده لا ابعد عن ده ماشي أو أنت لازم يكون في عندك قلق أو خوف بس سيبه يجرب لأن الطفل كده كده هو مش عانف هو بيتعامل مع إيه بس تدي له اللي هو إيه انتباه أو ما تلعبش مع الحاجة دي بطريقة كذا العب معها بالطريقة دي كده ده حاجة كويسة يعني كده كل ممكن نعتبر إن كل شخص موجود على كوكب الأرض عنده قلق انفصال أكيد بس المراحل يعني ما أكيد ما هو أنا قلتلك من الأول إن الطفل لما بيكبر هو عنده قلق انفصال ساعة لما انفصل عن أمه هو طبعا الطفل بينفصل عن أمه في ثلاث مراحل المرحلة الأولى لما بيتولد دي أول مرحلة إن الطفل بيتصلم بقى لواء كان في بطن أمه وطلع للواقع أنا ما بخزرش بس فعلا حاسس أكيد حاسس هو مش جلده ده جلده جوه بطن أمه لمس هوا لمس هوا بيلمس هوا لما بيخرج بره بطن أمه بيبتدي إن هو جلده يلمس الهوا تاني حاجة لما بينفصل عن أمه لما بيروح الحضانة ده تاني حاجة تاني حاجة لما بيخلاص بقى كبير الطفل ده بقى كبير بقى واحد كبير شاب أو راجل كبير أو بنت كبيرة وبتتجوز أو هو بيتجوز ده تالت امفصال فكده نقدر نقول ان انا الانفصال ماشي معي لغاية لما يبقى كبير وبعد كده بيتكمل معي لما بيجيب أطفال ويبتدي طفله ينفصل عنه أو يبتدي حاجة تانية بقى في حياته ينفصل عنها أو زوجته أو شغله عربيته التلفزيون وبيته مكان اللي هو كان قاعد فيه ورح ان انتقل مكان تاني فده برده ده ألم يعني ممكن تبر ان دي حاجة شابه السمة السمة الأساسية بتتولد مع مش بتتولد تبقى موجودة مع وجود الإنسان هي طول ما انت عايش في الحياة هتبتدي تمفصل عن حاجات كتيرة بالضبط زي مثلا عندك تشيرت بتحبه جدا فانت خايف ان التشيرت ده يبوز او خايف ان التشيرت ده يحصل له حاجة او يضيع منك او مثلا انت تدخن شوية او بتخص شوية فانت خايف ان هو خلاص مش هقدر البس التشيرت ده تاني فهو ده قلع الانفصال انك انت خايف تنفصل عن التشيرت ده بس فيه فرق بقى من قلع الانفصال اللي هو المرة وقلع الانفصال العادي اللي هو ان تنفصل عن الحاجة دي فعادي مش حاسس بتوتر او مش حاسس بخوف بس انا من رأي ان الانفصال عن شخص ممبوط فعلا كان حي او بلا الشخص حيوان انسان ايا يكون يعني اه ده يعني اصعب من من الجماد مثلا زي ما انت وقت اتشرت او او بيت او اي حاجة. هو بتختلف. بتختلف انت تعلقك بالحاجة دي قد ايه? مم. يعني انا ممكن اكون متعلقة مثلا بالتلفزيون. اكتر متعلم بالتلفزيون. انت متعلق مثلا بحيوان انا مش متعلقة بالحيوان ده. مم. بس فهي بتختلف. حلوة النقطة دي طب ممكن نخش في النقطة التانية. ونقدر برضو اه كنا لسه بنتكلم في ان ازاي نشخص ان الطفل ده عنده قلق انفصال. مم. بيبتلي نقدر نشخص. انا هتعرض لعنف هنا. طب ده نكمل. نقدر نشخص ان الطفل ده عنده قلق انفصال. بعد اربع اسابيع يعني شهر. ماشا. اه? بعد شهر لما نلاحز ان الطفل او الشخص ده مش قادر يعيش من غير الحاجة دي. كلا ده نسميه قلق انفصال. مم. او بيفكر عن انفصال الحاجة اللي هو خايف عليها. مم. ده برضو نظر نشخص وقلق انفصال. ماشا. اه ممكن نوصل للنقطة اللي بعديها لان انا الصراحة معرفش على الموضوع ده كتير فا انت ممكن تفيدين انا بالنقطة تانية لعنك. اه كتاب معنا عشان ما حدش لو حد سمع الورايا. صدر يكمل. فعندنا اسباب قلق انفصال عندنا كزا سبب زي مسلا عامل نفسية او عوامل اجتمعية او عوامل عضوية او عوامل متعلقة بال ازا كان هو طالب او فيه عوامل سايكو دينامية. ام يعني ايه بقى كلمة? سايكو دينامية. لا اسف بس والله ما عارف معناها. اه ان الطفل بيخاف من حاجات او اوهام بيخاف من زي من اوهام حاجات استرية. زي القص الخيالية. والله يا بصي من غير من غير هزار من غير ما حد ديتها كلامة. اه انا ممكن ما بقنامها السجن بتخيل حاجات. زي. يعه دي الحاجات دي. او غدا ما بغزة. او. زي مسلا. احنا زمان احنا صغيرين. ام. كانوا بقول لنا ايه? امنا الغولة. اه. او رجلة مسلوخة. كأيلات انا ليش تشوفها. فاحنا بنخاف نمفصل عن امنا وابونا بان احنا جايين ننام. علشان بتخيل من حاجات دي. دي حاجات اوهام في المرأة. طيب والله غير دلوقتي بخاف اطلق رجلي من تحت البطنية. والله يا مهزار. والله لا زي ما مهزار. انا خايف حاجة من دول انت خايف مسلا انت مفصل عن النور اللي قايت عشان نور لو انطفى. ايو انا عارف ان اه الحاجات دي. النور لو انطفى. ام. بتتخيل ايه ان احد هيمسجري بلكم من تحت وانت انا ما اصريش. بالضبط ده اي حد على فكرة. ده خوف. ده مش خوف. ده بقى روتيب. ده خوف وقلق انفصال من النور. ام. طبعا. دي في العوامل السايكو دينامية. سايكو دينامية. معلومة يعني. والله معلومة جديدة الكلمة دي يا جمال. طبعا العوامل العضوية. ام. زي ان الطفل دايما بيشتكي من اه ان هو اتعبان. انا هرجع. انا مش هارف ايه. وهو مش ولا هيرجع ولا اتعبان ولا اي حاجة. انا بعمله ساعة ساعة الواجب وانا صغير. عشان ما يرحش المدرسة. بالضبط كنت طبعا. ليه بقى عشان خايف عنده قلق انفصال ان هو يخرج من البيت. احتراما. احتراما للدراسة وكل حاجة. انا كنت بعمل كده عشان عايزة نصف ساعة زيادة. اول طفل. انا بدري. بالضبط الله. ماشي ده دي حاجة. الحاجة التانية ان هو بيكون. عندنا حد انا خايف من كده انا انفصال. شاهدين. شاهدين. اه. اه. وعدنهم باترادات كتيرة والله وشايفينه العنف اللي بتعرض لي. تفضالي كمان. اه اللي هو قلنا العوامل العضوية ان زي ان الطفل بيقعد يشتكي ان هو عاله حاجات مرضية وهو مش عنده ان مسلا انا دي واجعاني اه انا سناني واجعاني ابطني واجعاني انا مش قادر روح للمدرسة. عايز رعاية. عايز اهتمام. زي الاهتمام ما بيطلبش. اه الاهتمام ما بيطلبش. بس انا الطفل بيطلبه بشكل تاني. طب ليه بقى قلت بابا بتطلبش عن الناس الكبيرة طول ما اطفل بطلبها. ايوة انت واحد كبير عائل فاهم عندك دماغ تفكر. عندك الدماغك دي كلها كم فص. فصيد. بس بيتقسموا الاربع اجزاء. عشان في ناس اعتردت على فكرة انا قلت اربع فصوص. فهم مش فاهمين اربع فصوص يعني ايه? هم اربع اجزاء بس هم فصيد. مدون انقطعة انا زي ما انا قلت الزون انا بجيب كل واحد باهتماماته. انا غير مسؤولة عن اي معلومة انا معرفاش لان انا بتعلم زيكم زيه. تمام. اه عندنا برضو العوامل اه السايكو دينامية نسينا نقول فيها حاجة. ضل. ان الطفل بيكون خايف مسلا بيكون عايش زي الاطفال زي البنات هنقول البنات حاجة مثلا افلام ديزني اه. او عائلم ديزني اه. فبنت تكون خايفة انها اه اه اه. تنفاصل عن العالم ده اله هو الخيال الفريتيرو. ان الطفل بيخاف انه ها مفاصل عن الكُصة الخيالية اللي هي بيكون عايش في عالم خيالي وابد كده لقل الواقع غير طبعا الخيال خوز. مرد. وفيه طبعا عندنا العوامل اجتماعية ان عايش مثلا مع اسره بتحب تنتقل من مكان لمكان بيكون الطفل ده او طبعا بيكون الطفل سعاد بيبقى عنه شخصيتين ممكن يكون عندك فيه طفل بحب ان هو ينتقل مع الاسره من كل مكان لمكان عادي مش فارق معاه وفيه طفل لأ اللي هو بيخاف ان هو يمشي يتعلق بالمكان ده زي مثلا الطفل بيحب البحر الطفل ده او بيكون رايح المصيف بيكون فرحان جدا ان هو بيكون رايح المصيف عشان هو عايز يروك يشوك البحر بعدين لما بيكون مروح بيبتدي بقى يوعد عايط يوعد يظهر عليه علامات الهواء مش عايز اروح ويبقى يصرخ بقى ويعمل في الارض والكلام ده كله بس وطبعا زي ما قلنا في الاول موت احد الوالدين ان الطفل خايف ان مامته تتوفق او بابا يتوفق طبعا ما فيش طفل فاهم يعني ايه وفاء او موت بس مرة واحدة بيلاقي ان الشخص ده اختفى ماما فين ماما عند ربنا طبعا عايز يروح عند ربنا فساعات بقى الاهالي او ان الشخص بيبقى موجود مع الطفل يقول له لا اه ما تقولش كده مش عارف ايه فيه ناس تانية بتقول له كلنا رايحين عند ربنا او فده يتوفق اكتل ان الطفل مش فاهم يعني اصلا اه فين ربنا عند ربنا فين ممكن يقول لك ايه اه طب انا عايز اروح عند ربنا او خلي ربنا يجي هو ماما خلنا في ما بتطلق الطفل من حاجة ده خلف في الحياة ملاي يا فاهم المشكلة اللي بيوصل للطفل معلومة ما هو الطفل ده بيوصل له معلومات المعلومة اللي بتوصله خلاص تبتت في الماغه انت بتعاملش مع الطفل بالمانطق طيب مع برضو يعني احنا زي برضو ما جينا في اول اه اول بودكاست اه احنا مش انت النقد يعني صحبة تعلمي مثلا انت عندك سبع مليار بنيانة مع رجل ارض مش كلهم مش كلهم متعلمين مثلا او بلاش مش متعلمين فيه ناس مش متعلمة وعندها معلومات كافية وطريق دعمه الكويسة بديهية ماشي بس مش كلهم عندهم البديهية مش كلهم ماشي طب مش كلهم طب ما هو الشخص الكبير ده كان طفل صغير ماشي كان طفل صغير يعني مفوض فيه اهل ومبجونا ماشي بس ممرش في نفس التجربة الطفل مانتو كل ما بتمر زي ما قولنا كل ما بتمر معلاش على بنعمة بريكات كتير لان فيه مشاكل تقنية بس كل ما بتمر مثلا اه السنة او الفية غير الالفية التانية بيختلف التفكير طبعا بتختلف اساليب التربية لان بيبقى فيه حاجات زي مستحدثات بتخش عليك بكل انواعها بقى هي اللي بتغير التفكير اللي بتغير النظام بتغير حلالك كتير تمام اوي كده اه طب النقطة البعدية ايه احنا ما تكلمنش في العوامل النفسية اه طبعا فيه انا ما قالتش حاجه тории الا الالنفسية اللي التفلي بتكون اللي هو كشفراخ لا طبعا. ايه مشكل الطفل لا. ايبا ايه ده فيه اصلا اه كتب وفيه دراسات كاملة عن عوامل النفسية للطفل. الطفل الرودة او الطفل بشكل عام. طفل عنده حالة نفسية. ايبا اكيد عنده حالة نفسية. كل طفل عنده حالة نفسية. طب وده ما اتصرفت معا زي? ده حاجة تانية غير اللي احنا نتكلم عليها دقيقة. طب تفضلي نكمل في مضادر. عشان مرة فاتت الساعة مس اعترضت عليها. فضل. بس فبتظهر بقى ان العامل النفسية بتاعة الطفل ده انه هو مش عايز روح للمدرسة. مش انا المحاور اعملوا سكب. فضل. مش عايز اه يخش ينام. عايز يفضل يلعب. زي الطفل اللي بيكون مسلا عايز اه ان هو عايز يخرب. بس انت هرفضت انه هو يخرب. وقلت رو تعاليك بالواجب. فبيقول لك ايه? طب انا هاكل. انا مش طفل ده انا. طيب هو انت طب انت ما هتعرف ان هو ان انت بتعمل كده. بس. دي عامل نفسية. ما توقعتش ان الحوار يوصل لديدة بقى اسمه انا الفصال. ده انا كده انا بتلكب. ما انت بتلكب? هو التلكيك بقى يعني. انا معرفش. احنا قولنا درجات لكل حاجة لها درجات. يعني انا نص الساعة اللي كنت بتلكك اشانا اقعدها وانا صغير. بقت مصيبة كبير. ايوة اللي هو انا مش عايزة انفصل عن البيت. انا مش مش عايزة انت ليه اخدت موضوع انت الدراسة بتاعتك واخدت طفل بتاعها يا تانية. يعني انا بجد انا نص ساعة دي لك كنت بقى قد عشان عايزة اتفرج على مسلسل. هتفرج. كنت متفرج على كروتة المجرات. انت عايز تضيع بقى. يعني انا كطفل صغير هتفرج على كروتة المجرات نص ساعة اكبر لا ايه ده شيء عند برد. اما انت صغير عندك قلع من فصل. مش عايزة انفصل على التريبيزيوم. اه طبعا. بس. وانت كبرت لغاية دلوقتي بشوف نفسك مثلا. يوتيوب. لا مش كده. دخلت في موضوع بقى اللي هو ايه عندك انتربيو في شغل او في شرك او كده. انت خايف تخرج من البيت. في انت بيو انا لا اخد فلوس. ما رايح اشتريش انا اخد فلوس. لا انت دلوقتي بتفكر ان هو انت رايح عشان تاخد فلوس. بس. اه اللي هو انا انا مش عايز اروح الشركة. انا مش عايز كده. فاللي هو ايه? ده اسمه قلع من فصل. انه عمش عايز ان مقصل على البيت. يعني بيبقى فترة مؤقتة. بس. بس انت مقبر عشان انت فرض كبير. لازم تروح الشركة تعمل انتربيو. ازا كنت انت. او هتقبت. فبرضو احنا زي معنم ده. انا مش فيه بس حاجات اتقطعت في النص لان احنا بنمنتش كدير لازم. لان فيه اه. ماشي. فيه خانقات كتيرين. انا بتعرض لعنف دي تاني مرة. اللي يوصل للنقطة دي اعمل هاشتاج عنف تحت. بحضة. بس اه فالحاجات اللي بتعرض لها. بسمعنا بسبوتيفاي يعني ربنا يكون في قولي مش عارف هتسنين ازاي بسمعنا. فالحاجات اللي بتعرض لها الطفل وهو صغير دي. بتقصر على صحته النفسية لما بير. بس فعندنا برضو فيه اعراض لقلق الانفصال عندنا اعراض بتوزر على الطفل هي زي اعراض بسمانية. زي اه اطراف الجهاز الدوري. بتبقى بتوزر عن طريق اه ان القلب بياد يدو كتير زيادة في ضربة الالف. تمام. اه برضو في عندنا تاني ان اه عنده اطراف الامعاء. اه مسلا هو ايه انا خش الحمام. اه. وهو مش عايز يخش الحمام. اه. ماش. لأ اما بيقولش توليت. لأ انا بقول كده عشان اليوتيوب بس انا. لما نزالة اجيب ما امنش بشيك. بيقوله خش الحمام. علشان على حسب مش اللهجة المصطلحات للأسرة بتحطها. وبردو زي ان الطفل مسلاً عنده كتير. او. او. تمام. علشان انت اعترضت على كلمة حمام. يعني ان اعترضت الاف انت تلاتي اجي. اه. فضل. اه برضو زي الغسان. اللي هو انا بطني وجعاني. انا دايخ. انا مش عارف ايه. دي دي اعراض جسمانية. عندنا طبعا الاعراض الانفعالية بتزهر اه في اكتقاب. طفنا عندك اكتقاب. ايوة. طبعا احنا كنا اتكلمنا من شوية على موضوع الاكتقاب. انت. اه كنت رافض فجرة ان الطفل يكون عنده اكتقاب. انا مش رافض بس انا مش شايف. مش مقتنع ان الطفل يبقى عنده اكتقاب. اه طفل انا. الطفل بيتعرض لمواقف بتخليه مكتقاب. طبعا انا عايز اتكلم مثلا. اتخد. انا اصدف اه في اعمار معينة يعني الطفل مسلا عنده سنتين اتناس سنين عنده اكتقاب ليه برني ما اكلش الكيكة بتاعته. لا صبعا. ده طبعا يبقى فيه موضوع كامل هنبقى نتكلم عليه بعد كده اكتقاب الطفل. اكتقاب الطفل اه. عشان انت مضطرد. المرة جاء ان شاء الله هنعمله بودكاست لايف. عشان اللي ما عنده شوية يحضر بس بودكاست. بس. بيظهر برضو الاعراض الانفعالية فيه انه تعالي يلا حبيباش ان نخش النام. ام. لا مش طلش داخل انا. ام. مش انا ام. او تعالي يلا حبيباش ان تاكن. ام. مش هاكل. ما بحبش الاكل ده. طبعا. بس. وفيه طبعا عندنا المخاف المرضية. انت ليه قلتها بصوت واطي هي. عليها رقابة. علشان. تفضلي اه. علشان انتك تستكلم فيها دلوقتي. اه. لو انت بتخاف من الظلمة. ومن العفريت. ومن الاوهام في حالات انتك. مردت بالموضوع. انا مخافش بالضلم. بس. اي كده رواج الارض بيخاف من عفريت. اللي ما بيخافش من عفريت يبقى من نهب. اللي هو انت نايم على السرير. اه بتتخاني ان فيه حد بيبص عليك من قلب الشبال. يا دوك. وعنيه حمرة. وشكله اسوي. وشكل الكل. يا دوك اقول حاجة بس. في راجل اللي هو وراه خافة اهو. احنا من نقوم نحن نجيب مياه بالليل بنجري. يعني. باخدها سباق اناي وراجعينة الان اللي مش شايفه باخدها مع سباق. poor黃. ما هو. دي اعراض IMF-AOA. اه. دي اعراض IMF-AOA. ده مش يعني ده مش. او خايف mira con المجهول. اي�� خايف من المجهول. معين اللي ما يخايفش من المجهول يعني. خايف من مستقبل الان. لا مش 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 مستقبل يعني بس آآ اللي هو ان حاجة مش شايفها. فاكيد اخاف منها يعني. هو حاجة موجودة فلا. بس بغ Medicine طبعا الاعتمادية الزايدة اللي بيكونوا الطفل. معتمد على شخص. معتمد على شخص. اه. ده مش طفل. ده فيه ناس كده نعرفه. الروح يتخانق مع حد ويخلى حد هو اللي يدفع عنه. انه هو معتمد انه هو يجيب له حق. عشان انت عودتوا الان هو كده. وانت بتتكلم عن نفسي. متتكلم عن نفسي? اه. يعني ماذا بتتكلم عن نفسي? يعني انت بتتكلم على ان اخوك الصغير بيروح يتخانق وبعد كده يقول محمد جاي. ايوما كده مش معتمد على نفسي. عشان انت عودتوا انه هو. انت كده في الاول اخلط وبعد كده رجعتي انو بنتها دم انا. ايوة. اه. علشان كده انت العودت. اخوي اكيد لازم ادفع عنه ولا. وهو ما يعطي بيش هاناسته ليه? عشان صغير. مش هاجهش ان ما عشان صغير. يعني اخليه تلاتة ارباية بسيكو يضربون. بعد كده هتعملوا على المفصال. ماشي. هنعالك بقى على المفصال ده ازاي? نشوف بقى نتعالك ازاي ان شاء الله. بس وعندنا طبعا الانتوائية والحزن. مم. طفل حزين. اه طفل الانتوائية في الاطفال. طفل حزين وكايف. ايوة طفل حزين. طب ماشي. يعني لما يكون الطفل ده متعلق بالكتاب. احنا البودكاست ده هنعمل بودكاست عن مكتاب وحزن الطفل. والله بجدل الموضوع ده شائك شوية. عنا طبعا الاعراض المعرفية. مم. ان الطفل في المدرسة اه مش قادر يركز. مش قادر اه يفكر. مش قادر يفتكر. لما تقوله انت حطيت اللعبة بتاعتك فين? فهو مش قادر يفتكر. تمام. ماشي? وعندنا طبعا اه اه في كمان اعراض تانية. ممكن لها اعراض مالعلاج. اه. العلاج عندنا في اربع طرق. بس? اه. يعني ده كله اعراض بعد كدر مها طرق الام? ايوة ما هو العلاج مش اللي هو بياخد يوم واحد. اه طبعا ماشي ماشي كده صح. مش بياخد يوم واحد. العلاج بياخد فترة كبيرة ده ممكن. في العلاج. زي عندنا اخطر واهم علاج عندنا اللي هو ايه التحصين التدريجي المنظم. اللي هو انت خلاص عرفتين ان الطفل عنده على انفصال. فهعالجه تدريجيا. هنفصل عليه ازا كان هو متعلق مثلا بامه او كده فهتبتلي الام تمفصل عليه تدريجي اه واحدة واحدة. بس ده طريقة ده بياخدر اخطر علاج. لان لو كسلت فمرة وغيرت وصلت للاول كده العلاج باص. وهيقصر عليه بالسالة. عندنا طبعا اه العلاج المعرفي. اللي هو انا هوا مع الطفل ده. هنتكلم معاه. هنتناقش في الحاجات اللي هو بيخاف منها. وهنحاول نحل. طبعا الموضوع مش هيتحال من هو صبير. هايبتلي اللي هو طول ما هو بيجبر. هنبدل نتنقش معاه في الموضوع ده. لغاية لما يتعلم. اه عندنا العلاج الاسهري. اللي هو لازم الام والاب بيشجعوا. بيتدخلوا في اه كرارات الطفل طبعا التدخل في كرارات الطفل. مش اللي هو اه بيفرد رأيهم عليك. لا. بيسعدو ان هو اه يعد المرحلة ده. بعدين اخر حاجة عندنا في العلاج اللي هو العلاج بالتحليل النفسي ده بيبقى اصعب علاج وصعب اصب ان هو يحصل ان كنت هتقدر تحلل الطفل نفسيا وبعد كده اه بتحول ان هو تساعد. لان يسعد بيكون الطفل ده وصل لمرحلة الصرع اصلا. بس فدي كده خلصنا. طفل يجلو صرع? اه طبعا. صرع مرضي. صرع مرضي. ده شكلنا نعمل بودكاستان دفع جدتان. مع العلم ان اه دوك اه اه لغيت رحلتها اكتر من مرة في البودكاست فاحنا للأسف حاببنا نعمل. لان اه 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 حرية رأي مرفوضة. وفي جامهير وارا والله عندهم حرية رأي فبس اه. لا ايه مش حرية رأي. اه هو اعتراضات كتير على مصطلحات علمية ان اه اه دي دراسة. دي دراسة. انا كنت زيكو كده في الاول قبل ما اخش الدراسة دي كلها اصلا. بس اكتشفت ان فعل الكلام دو صح. احنا بنهزر اه على الاموم يعني مش مش قصدين اي حاجة بس اه انا عارف ان انا انا يعني عملت سكيب لحاجات كتير بس احنا بس عشان اه بدل ما نخلي على جزئين وكده حبينا نخلص بس الموضف يعني في بودكاست واحد فانا عارف ان فيه حاجات كتيرة انا خليتها تامل سكيب فيها وكده فانا اسف يا دك. الفكرة ان دراسة الطفل نفسه ان احنا عندنا طبعا في رياض الاطفال ان الطفل لو ما حصلوا اي سبب لهوا عيط او اي حاجة ده بيبقى وراه حاجات كتير منقدر نحللها لحاجات كتير بيبقى لها اسباب كتير بس فاللي مش دارس في الموضوع ده ما بيكونش فاهم كويس طبعا زي ما قلت قبل كده ان انا طبعا في الاول اول ما جيت قبل ما اخش اصلا الكلية ما كنتش فاهمة الموضوع زي ما دوقتي انا بقيت فاهمها يعني فاللي حابب بقى طبعا يطور نفسه في الموضوع الاطفال فزي ما قلنا ان مجال الاطفال كبير فطبعا هتلاقوا ان الاطفال متشاعبة في علم النفس وعلم الاجتماع وفي رياض اطفال عامة فهتلاقيها في كزا مكان وفي كمان سحة الطفل وفي حقوق الطفل في حاجات كتير بس فا يعني يعتبر دي مكتطفات صغيرة كده بنتكلم عنها فبعد كده هيبقى البودكاست الخاص بالاطفال وكده هنخليه هو اكبر بودكاست يعني مش هنختصر فيه وكده بس هيبقى ده بالذات بس مكتصرة علشان الوقت والتسجيل اللي احنا منسجل فيه الوقت وكده فعلشان ضغطنا في الدنيا دي كده بس على العموم اي بودكاست هيبقى خاص بالاطفال لانه طبعا في حاجات كتير قوي ما تكلمناش عليها وكده عملنا لها سكيف علشان هل تفرق من الخوف المرضي والخوف العادي للطفل وفيه طبعا الاكتئاب فيه حاجات كتير فاللي حابب انه هو يقترح حاجة او كده يتفضل عادي شكرا يا شباب وان شاء الله نتقبل في بودكاستان شكرا دك